بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة كل حاجة كي انك جاي تستلم بيت او جاي تستلم شايتك او ايا يكن يعني ايه هي نوع البنود اللي هتستلمها فركز معايا ده استلمات بنود كتير عندك في مشروع انا دلوقات اطلعت فوق سطحة عندي بابدأ اشوف المكيفات المكيفات طبعا بالطريقة دي ما ينفعش هستلمها لازم تكون النحاس كله يتحط على كيبول تري لازم يكون الكيبول تري كله مقفول لازم كل المكيفات تكون متوصلة سواء كهرباء او سواء صرف ولازم تكون متثبتها على الارضية وتحط لها ربر زي ما احنا شايفين ففي مكيفات محطول لها ربر وفي مكيفات مش محطول لها ربر عشان خاطر الفيبريشن والاهتزاز والصوت كل الكابلات ده انا ما اقدرش هستلمها ليه لازم تكون مرصوصة تمام الجزء اللي انت شايفه ده منور الخاص به الدهنات بتاعة المشروع فبرضه انا لازم ابص على جزء جزء عندي في الدهنات عندي وتأكد ما فيش اي مشاكل فيها الاضاءة بتاعة الدروة الهويات زي ما انت شايفين الهويات بتاعة الحمامات لازم اتأكد الاضاءة بتاعة الدروة عندي كلها منتهية ولازم استلمها بنفسي وشيك عليها بنفسي الجرجوري او الصرف بتاع المطر لازم اتأكد الصفيات بتاعة المطر كلها موجودة لازم اتأكد ان المواسير سواء للتكييف او سواء للكهرباء او سواء للدش كل الكلام ده لازم اتأكد انه مقفول والمواسير ما هتوطلها فوم عشان ما يحصلش اي تهريب للمطر او صرف المطر عندي زي ما احنا شايفين كل ده بش متأفل عندي يبعنا لازم اقفل واقفل حولين المواسير البلاستيك واقفل حولين الكابلات والكابلات دي بتاعتي الفها مصبوط بحيث ما اجي اركب الساتليت بتاعي يكون يعني منتهي او يكون العمل منتهي كل ده لم يتم الانتهاء العمل منه اي مواسير زيادة لازم تتشال ولازم تتقفل عشان ما يحصلش اي تهريب لأي صرف مطر عندك او اي مطر لقدر الله هيجي عندك في الملحق اتأكدت اللي كل مصورة عندي فيها قاعدة هنا الصواعد دي لازم تتقص ولازم احط الهويات بتاعها هشوف هال دي بتاع التكييف ولا هل دي هواية لإحدى الحمامات لازم اخد اكشن فيها تتشال ويتحط لها هوايات زي ما احنا شايفين هنا الصواعد دي كلها الكابل تري لازم اتأكد للكابل تري لو انا هعمل حاجة داخلية طب انا بجاب بجاب بص هنا دخلنا على بنتي تاني الوزراء الوزراء تلاقي الدهان عندك مش مظبوط الدهان داخل على الوزراء تمام عامل لي منظر قبيح بالشكل ده فلا انا لازم كل الكلام ده انضفه واتأكد للدهان عندي والصمك بتاع الوزراء او الصمك بتاع الوزراء اللي عامل الوزراء كويس ببص على حاجة تانية هنا الترويبة الترويبات بصت لها في جزء غاطس وجزء بارز الترويبة غير منتظمة او غير مظبوطة بالتالي لازم اتأكد وابلغ المبلط اللي هو يبدأ يزبط لي الترويبات مظبوطة زي ما انتم شايفين تلاقي بلطة طلعة هتلاقي بلطة نزلة كل الكلام ده لازم اعالجه مظبوط وما سيبش مجال لأي مقاول اللي هو يعمل لي اي مشاكل فيه تيجي تبص هنا مثلا دي المعبرة بتاعت باب تبص تلاقي البلط بتاع الباب بشقافل مع المعبرة اتحط حبة ترويبة فدتني منظر سيء لا يبقى انا المفروض لي اما اغير المعبرة يما اغير البلطة هتبص هنا مثلا في استلام الاسقو في الجبس هتلاقي بعض الفواصل من الاسقو في الجبس بين او ظهرة عندك لا يجب على الدهان اللي هو يزبط الفواصل دي ويكحتها مظبوط ويحط التيب بتاعه مظبوط عشان تتأكد اللي كلها جاية مية واحدة وما تبنش عندك الفواصل بتاعت الدهان برضو زي ما انتم شايفين حوالي الاسبوت لايت والشخص بيركب بتلاقي اخرام موجودة فلازم كل الكلام ده يتقفل عن طريق الدهان هنا نفس الطريقة برضو الترويبة او البلاط لو لقيته بشرشر او لقيت بلاطة دخل عن بلاطة او بلاطة طلع عن بلاطة لازم تجيب المبلطة يزبط لك الكلام ده هنا لو لقيت بلاطة لازم تأكد فيه بلاط مطبل ما فيش بلاط مطبل فلازم كل بلاطة تدوس عليها بنفسك لقيت بلاطة مطبلة او تخبط عليها بنفسك لازم بلاطة مطبلة دي تتشال عشان في المستقبل ما حصلش اي مشاكل جيد دلوقتي انت بتستلم ابواب لازم تتأكد للباب المسافة من الباب بص هتلاقي هنا مثلا فيه باب جزء اللي تحت هو ادية واللي فوق واسع معنى ذلك اللي الباب ده مزنوق من تحت يعني المسافة من فوق غير المسافة من تحت زي ما انتوا شايفين فبالتالي فرق حتى سنتي فرق سبعة ميلي برضو اسمها استلامات ولازم تتأكد للباب عندك تستلم مصبوط المسافة من فوق زي المسافة من تحت هنا دلوقتي انتا تستلم مثلا البعد بتاع الجبس بعد الجبس لازم تشوف المسافة ما بين الارضية وبين الجبس هل هي واحدة ولا لا من الانكهتين يا اما انت هتقدد تشايك على البلاط لو لقيت الميزان عندك مصبوط يبقى فيه مشكلة في الجبس بتاعك او الميزان بتاع الجبس مش مصبوط وياجب ان بتاع الجبس يعدله لك او يزبطه لك هنا الترابزين طبعا على حسب شكل الترابزين على حسب ما بتنفزه بس المفروض بالمفروض انا وجهة نظري اللي الترابزين يكون ماشي خط واحد ومصورة واحدة زي ما انت شايفين كده يكون مستمر ما يبقاش فيه قط او قطع ولكن ده يمشي ولكن احنا بنتكلم اللي هو فيه حاجة اسمها زي زور الوزة انت ده وقت جاي تشايك بنشايك على سقف او المنسوب بتاع السقف طبعا احنا استلمناه بعد ما خلص وبنستلم بعد برضو ما بنشطب عشان نتأكد لمفيش اي مشاكل او يكون فيه معجون زيادة تحط فيه وبالتالي بيحصل مشكلة فالحمد لله حطينا الادة طلع الميزان تمام تحط عشان تستلم ارضيات تحط الميزان في كل حتة وفضل انك تجيب ميزان متر تمانين او اكبر من كده نوعا ما عشان تتأكد اللي ما فيش اي مشاكل موجود عندك ده اسلوب خاص بال الحمام او لو انت مثلا تعمل اسلوبات في الحمام لن تتأكد بنفسك اللي فيه اسلوب نحية الصفاية عشان ما يحصلش اي مشاكل طبعا هنا المحبس يفضل هو لازم يكون لاما تحت المغسلة او يكون في جزء جانبي ما يبقاش فيه منتصف الجدار او يكون قريب من الدش فهي حبس دايما ان المحبس يكون على احدى الجانبي بتاع الجدران في الحمامات او يكون موجود اسفل المغسلة بحيث ما يكونش ظاهر بالطريقة دي طبعا هنا المطبخ لازم اتأكد لنا عامل صرف وتغزية للغسالة لازم اتأكد لنا عامل صرف وتغزية مثلا لو انت هتعمل غسالة اطباق فلازم اتأكد لكل التوصلات بتاعتي اللي انا محتاجها في المطبخ تمام مظبوطة عندي وكلها هبدأ اعمل تراك بقى وابدأ اعمل وصلة مختلفة هنا ما تيجي تستلم الافياش والمفاتيح بص هتلاقي المسافة مختلفة من الفيشة والمفتاح بالتالي كده في مشكلة للمبلط قص غلط وبالتالي لازم تزبط البلطة دي وان المسافات ما بين الفيشة والمفتاح يكون كونكتر هنا ده لازم تستخدم سيليكون يكون مضاد للبكتيريا لو انت هتعمله في المغسالة او هتعمله حول الشور عشان المية بعد كده لقدر الله لو حصل تعفين او عفانة في البلاط او المية نفسها تفعالت مع السيليكون ما يحصلش اي مكروبات دايما كنا بنتكلم على التشتيب ما بين الرخامة وبين القلبة بتاعت السلم لازم تتأكد تماما اللي التشتيب عندك هنا مظبوط ما تلاقيش جزء مدهون على الرخامة وجزء التاني مش مدهون وانا وجهة نظري واقفضل دايما للرخامة بتاعت السلم تكون طلعة اثنين سنتي او واحد سنتي نص برما كده بحيث ما بقاش فيه كونكشن او نقطة التقاء ما بين الرخامة بتاعت السلم والدرجة او القلبة بتاعت السلم بتاعي هنا برضه زي ما احنا شايفين ده مغسلة لازم كل الكلام ده يتعبي سيلكون كما تيجي تستلم مغسلة لازم تعبي كل الكلام ده سيلكون وطبعا زي ما احنا قلنا سيلكون انتي بكتيريا ضد البكتيريا عجيب عشان انت تثبت المغسلة بتاعتك بلا أن المغسلة بتاعتك سبتة وما يبقاش فيه اي تسريب لي اي مية بتيجي تستلم برضه سواء في سراميك او سواء في جدران استواء او الزوايا القائمة بتاعت الجدران لقيت فيه فرق يمشي حاله اوكي ما يمشيش حاله طبعا ده هيأثر معاك في الارضية هيأثر معاك في الجبس هنا دلوقتي تيجي تسلم باب لازم تأكد الباب عندك القوائم بتاعته سليمة وموزونة 100% مفيش اي قائم عندك مائل وبالتالي انت كده تتأكد ان الباب بتاعك سليم سواء القائم اليمين او القائم اليسار والمسافة ما بين القائمين من فوق والمسافة ما بين القائمين من تحت هنا ما تيجي تسلم الامونيوم او شابيك الامونيوم طبعا المقاول بيكبر دماغه بيركب لك الشباك وبيعمل لك الفريم بش مظبوط فتلاقي الفريم هنا بش قافل معاك تيجي تشيل الاستيكر تلاقي فريم طالع وفريم داخل لا هو عارف يزبطه مظبوط ولا هو عارف يقفله مظبوط وما جي قصه الشرشرة بتاعت الألمونيوم ظهرت عندك وبالتالي ما بقاش فيه مشكلة شايف ده مظبوط ما فيش مشاكل فيه انما كتير جدا بيهمله البرواس بتاع الباب او بتاع الشباك الألمونيوم وبالتالي ده بيكون حاجة finishing او بتاعته بتكون سيئة وبتأثر على صمعة المصنع اللي بيركب برضو لازم اتأكد الاستواء بالميزان عندي اللي هم ركبه مظبوط بشماية اللي عندي وبالتالي طبعا عن طريق الميزان برضو دي الافياش والمفاتيح برضو الخاصة بالكهربا لازم اتأكد اللي هي كلها على خط واحد المسافات ما بينها كلها مظبوطة كلها على ميزان واحد يبقى انا كده استلامت شغلي مظبوط وتأكدت لشغل الكهربا عندي مظبوط زي ما احنا هو بنشيك على فيشة فيشة على مفتاح المسافة ما بينهم مظبوطة الميزان مظبوط يبقى انا كده اعمال الكهربا عندي مظبوطة طب انا دلوقتي شفت الممرات او الارتدادات بتاعت المشروع بتاعي لازم اتأكد اللي فيه فواصل تمدد دي رقم واحد لازم اتأكد اللي الوزراء بتاعتي البورسلين تكون مظبوطة مع التشتيب بتاع الوجهات او بتاع الصور تكون مقفولة سواء بترويبة او سواء باسمانت ابيض على حسب التشتيب بتاعك عشان اتطمن وتأكد لان فيش اي مشاكل اللي هتحصل معايا او اي طبيل لبلات او طبعا لو ما عملتش فاصل تمدد وتحصل مشكلة كبيرة البلات ممكن يطلع نتيجة التمدد للنكماش لان ده معرض للشمس انت جد دلوقتي استلمت حجر دي بند تاني لازم تتأكد الفريم بتاع الحجر مظبوط عن طريق ميزان المية كده هو مركب فريم الحجر مظبوط طيب لازم اتأكد فريم فريم ومكان مكان اتأكد اللي كله مفيش اي مشاكل فيه هنا بص لازم برضو اتأكد والمفروض لو انت مثلا عندك الفريم ده مستمر معاك من فوق لازم اشد خيط من فوق لتحت واتأكد اللي مفيش مشاكل عندي كده احنا شايكنا هنا لقينا مفيش مشاكل هنا برضو الجزء الديكوري اللي فاصل ما بين الجرانيت بتاع الارض بتاع الوجهة وما بين الدهان لازم اتأكد اللي هو كله على خط واحد بلمح بعيني كده وبشد خيط واتأكد لاني دايما نقطة الالتقاء بين القطع بتكون ضربة شوية اللي بره فبالتالي لازم اكلم المقاول يزبط هاري طبعا هنا برضو نقطة الالتقاء ما بين الحجر وبين الديهانات لازم تكون مظبوطة اتأكد عندي اللي الاضاءة متوزعة بانتظام سواء الابليك سواء اللي هو الازبطات العادية لازم كل ده اخد بالي منه وانا بستلم هنا الوجهة لازم اتأكد اللي المسافات ما بين لو انت هتعمل اضاءة المسافات ما بين الاضاءة وبين الفريم الحجري كلها متساوية الاضاءة كلها مفيش اي مشاكل فيها كلها على خط واحد سواء الحجر على خط واحد او الاستقامة واحدة بعد الوحدة الانارة عن الحجر على خط واحد الديهانات البروفايل السوداء اللي احنا عاملينها نتأكد اللي هي مش جاية في ملطش من الحجر او الملطش الحجر متبهدل منها اتأكد اللي الشبابيك عندي كلها متركبة وما فيش مشاكل فيها وطبعا لازم ان اضافها تنظيف تام عشان طبعا دي الوجهة بتاعتك اتأكد للبروفايل بتاعي واخد نفس الملبس ونفس ومنتهي تماما من بداية الدكور الحجري لنهاية الدكور الحجري يبقى انا كده شيكت على الوجهة بتاعتي وتأكدت اللي كل شغل تمام وتأكدت اللي كل بنودي تمام فا اتمنى ان شاء الله الحلقة تكون هجابتكم طويلة شوية بس ان شاء الله تكون مفيدة والسلام عليكم ورحمة الله